في سلسلة وثائقية جديدة نزلت على نتفلكس في أول شهر ستة اسمها هتلر والنازيون محاكمة الشارع سلسلة من ستة حلقات معمولة بأكتر من أسلوب وثائقي درامي حواري يعني مش السلسل العادية اللي الواحد متعود عليها يعني مثلا الواحد متعود على الأعمال الوثائقية مثلا مادة أرشفية قديمة سواء الأصلية الأبيض وثود المنغمشة أو تم تلوينها وتصححها أو أعمال معمول لها دراماتايزيشن يعني في إطار درامي سواء فيها جزء خيالي زي مثل مسلسلات التركية المشهورة زي أرطغل بس دي طبعا لا يعود عليها كمصدر تاريخي بنتعلم منه أو أعمال تاريخية ادخال الخيال والدراما فيها محدود مش كبير ولا تقيل وده ممكن نشوفه بعض الأعمال على مثلا ناشنال جيوغرافيك أو ديسكوفري أو غيره وفي نوع ثالث بيتم تناول موضوع تاريخي معين وبيتم منقشته عبر حوارات مع مؤرخين أو شهود عيان ودي الوثائقية الأشهر اللي بنشوفها دايما في القنوات الإخبارية حتى في عالمنا العربي بس العمل اللي معنا النهاردة بيجمع التلات أنمات دول مع بعض في عندنا فوتج أي توصيق بالفيديو بتغطي حدث أصلي وبيتم تلضمها مع بعض المشاهد اللي تم تصورها دراميا إضافة لمداخلات لمؤرخين متخصصين في تاريخ ألمانيا السلسلة زي باين من اسمها بتتكلم عن هتلر والنازية من خلال أحداث حصلت بعد الحرب العالمية الأولى في ألمانيا في فيمار في العشرينات وألمانيا النازية في التلاتينات وبعد كده الحرب العالمية التانية وصولا لمحكمة نورنبرغ اللي تعاملت لمحكمة الألمان اللي كانوا مسؤولين عن مذابح وجرائم ضد الإنسانية أثناء الحكم النازي لألمانيا وأثناء الحرب العالمية التانية فعندنا مشاهد فيديو وفاقية حقيقية مع مشاهد تمثيلية مبالغ فيها معظم الوقت بالإضافة لمداخلات المؤرخين اللي بينقشوا الحدث بل ومعانا بعض إضافي وهو ناريشن أو سرد للقصة من البداية للنهاية عبر مقتطفات من كتاب صحفي أمريكي شهير اسمه وليام شاير الراجل ده عاصر ألمانيا النازية في كل محطاتها المهمة وعاش فيها لحد السنوات الأولى من اندلاع الحرب العالمية التانية وقدر يهرب مذكراته معاه لما ساب ألمانيا فبيقدم لنا مش مجرد بقى تقارير صحفية بل وشهادة حية الألمانيا النازية اللي شافها وعبر تقنيات الذكاء الاصطناعي صناع العمل استخدموا صوته لقراءة مقتطفات من كتابه الشهير اللي صدر سنة 1960 عن ألمانيا النازية فالحقيقة السلسلة دي عمل طموح مع عمول فيها مجهود معطور وابداع كبير في الانتقال ما بين الأحداثات التاريخية اللي حصلت في ألمانيا في العشرينات والثلاثينات وما بين محاكمة نيرنبرج اللي حصلت بعد انتهاء الحرب للقادة النازيين اللي كانوا لسه عايشين وطبعا بنشوف إزاي كان بيتم مواجهتهم بأفعالهم اللي عملوها وهم في صدة الحكم فعمل مصروف عليه جامد ومعمول كويس بس السؤال هل هو جدير بالفرجة؟ الإجابة آه بس بالشروط عشان رغم كل اللي قلته عليها لازم تاخد بالك وانت بتفرج على السلسلة دي إن هي في المقام الأول أداد بورباجاندا صنع الفيلم اللي اسمه جو بيرلينجر من أصول يهودية لا يخفي إنه عمل السلسلة دي عشان لقى إن الوعي بالهولوكوست وبالضرائم التاريخية اللي ارتكبت ضد اليهود بدت الأجال الجديدة في أمريكا ما تعرفش عنها واللي بيعرفوا عنها ما بيصدقوش مظلومات اليهود فبيرلينجر حاب إنه يعمل عمل يرجع تاني للوعي الغربي المقاسي والمجازر اللي حصلت ضد اليهود في الهولوكوست على يد النازل الألماني لكن خلي بالك ده الجزء من البروباجاندا اللي هو بيعترف بيه الجزء التاني واللي عمل لغة كبيرة هو المضاهة اللي بتتقرر في حتك كتير جدا في السلسلة لكن بوضوح ما بين هتلر وبين دونالد ترامب صح ترامب متقلش اسمه ولا مر لكن دايما فيه تركيز على الخطاب الدماجوكي والتخويف عبر الأخبار الزائفة وعبر اضطهاد الآخر وشيطانته الوسائل بيتمت طبعا استخدامها في الحوارات والخطابات بتاعت اليمنين المتطرفين مش بس في أمريكا وعند قطاع كبير من الجمهورين بل في كل حتة في العالم يعني اتفرج على فرنسا واللي بيحصل عندهم خصوصا من حزب مارين لوبان وغيرهم طبعا بس المشاهد الأمريكي مش هيجي في باله اي حاجة غير دونالد ترامب وكمان هتلاقي المؤرخين جوا السلسلة اللي بيعلقوا على الأحداث بيتكوا على كلمات وتيمات معينة زي اللي هو طبعا نفس الشعار بتاع ترامب وحملته اللي هو خلي أمريكا عظيمة تاني او في لقطة من لقطات لما واحد من المؤرخين بيتكلم عن مقر هتلر المفضل في بافاريا وبيوصفوا ان هو زي مارالاجو مارالاجو طبعا هو مقر إقامة ترامب المفضل في فلوريدا فده نوع من التلميح على ان اللي اتنين هتلر وترامب مشتركين في نفس الصفات زي مثلا ان هما بيحبوا يعودوا في أماكن لطيفة جميلة ويسيبوا الدنيا تغرب مدام هم قاعدين مبسوطين وحواليهم الشلة الفاسدة بتاعته فطبعا المقارنات اللي بتتم بين هتلر وترامب بطريقة خفية تعتبر بروباجاندا مغرضة في سنة هيتم فيها انتخابات مهمة في نوفمبر والكلام ده طبعا مش خافي عالمشاهدين في أمريكا وكتير منهم قبدوا استياءهم من الملمح ده في السلسلة الوثائقية المهمة دي بس زي ما بيقول بحسب لقاءات اتعاملت مع جوبرلينجر بيقول لا ما كانش ده الهدف من العمل اللي صرح بيه هو ان الفيلم ده فعلا معمول عشان زي ما قلت ايه يرجع الوعي والانتباه عند الامريكان لمقاسي الهولوكاست لكن اللي ما قالوش ان السلسلة ممكن برضو تكون هدفها ان هي حاملة مضادة ضد البغض العالمي خصوصا عند الاجيال الشابة تجاه اسرائيل بعد حربهم البشعة في غزة وده شيء ممكن نفكر فيه عشان طول السلسلة فيه تركيز كبير على مقاسات اليهود ولعل ده طبعا بيتم ترسيخه عبر المشاهد الصادمة بتاعة الاعدامات والابادات وده الحقيقة معمول بطريقة اوفر شويتين مش هننكر النازية كبت اتهد اليهود وبتبدهم انما نقبى سلسلة عن تاريخ النازية والمانيا في العشرينيات والثلاثينيات والاربعينيات مركزها بيدور على اضطهاد اليهود بشكل شبه حصري يعني اوفر شوية وحاجة تانية برضو اوفر هو الاداء بتاع الممثل اللي بيقدي دور هتلر طول الوقت طالع شخصية مهوسة بيتكلم بطريقة مزعجة وعمال يسرخ ويصوت وكأنه في حالة صرع ما بتنتهيش فانت عنتك ست حلقات يعني كان ممكن تتوسع فيها زي ما انت عاوز اه اتكلم عن مقاس اليهود لكن برضو اتكلم عن مقاس التانية اللي عملها هتلر والنازيين اتكلم يا سيدي كمان عن تغيير الوعي الالماني عن التدرج في ادراك الالمان للعالم من حواليهم احساسهم بالمظلومية بعد الحرب العالمية الاولى اللي وصلهم لتزديق وانتخاب النازيين اه طبعا في السلسلة اتكلم عنها لكن زي كل السرديات الغربية ايه حصلة كنوع من السكيمينج يعني يعدي على الموضوع بسرعة يعني ما اتكلمش مثلا باستفادة عن التضاهر الضخم اللي حصل في الالمان بعد الحرب العالمية الاولى لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا معنويا وكمان في حتة مهمة لتغطية غزو الماني الاتحاد السوفيتي ما كانش مثلا بيتم مقارنة الجرام الفضيعة اللي عملها النازيين ضد اليهود مع جرامهم ضد السوفيتي التانين ولا طبعا الجرام اللي عملها السوفيتي انتقاما من الالمان وطبعا ما تمش التطرق للفكر الابادي اللي كان شائع في الوقت ده والحقيقة شائع حتى من قبل الوقت ده بكتير وهو ان انت عشان تخلص من مشكلة معينة الى الابد لازم اللي عملك المشكلة ده تبيده تماما عشان ما يجيش وجعلك دماغك بعد كده سواء بقى بانك تقتلوا مباشرة او تعمل تهجير قصري لأعداد ضخمة جدا من البشر دول احنا في عصرنا الحالي الحمد لله البشر بقى بيشوفوا الحاجات دي على انها جرائم مزهلة مينفعش تحصل تاني الا لو في غزة فدي حاجة تانية وما ينفعش نتكلم فيها فاتفرقوا على السلسلة كاملة بس احطوا النقط اللي انا قلتهلكو دي في بلقى يعني مايتمش غسيل مخوكو خصوصا لو انتم عندكمش خلفية تاريخية كافية عن الموضوح بس ده كل عند النهاردة كالعادة احب اسمع اراءكم ومقترحتكم ولو في اي تصحيح لاي معلومة جوا الحلقة تقدروا تسيبوها في التعليقات تحت الفيديو ولو تفرجتوا على السلسلة دي احب اسمع رأيكم برضو اكتبوه في التعليقات وشاركوا الحلقة على صفحات او الجروبات المهتمة بالنوع ده من المحتوى شكرا واشوفكم على خير الحلقة الجاية السلام